دكتور مصطفى غنيمة دكتور مصطفى غنيمة مسئوليته كبيرة في وزارة الصحة وقطاع الصحي البصري هو الرجل المسئول عن الرعاية العلاجية في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم المرضى بتوصلهم الأدوية إزاي لو كانوا هيبقوا موجودين في بيوتهم في العزل المنزلي الناس اللي موجودة في المستشفيات البروتوكولات اللي بيحصل فيها تغيير إيه اللي بيتم إمتى بيبقى فيه إحساس بالتحسن إمتى بيبقى فيه إشارات للتحسن على المرضى دكتور مصطفى براحب بحرك معنا يا فن أهلا وسأبقى يا سوشري سؤالي الأول بشكل مباشر حتى بتكلم مع الدكتور خالد مجاهد في الموضوع ده إحنا دلوقتي لما بنتكلم عن أعداد مصابين مش بس دور موجودين في مستشفيات ولكن كمان موجودين في بيوتهم وفقا للقرارات الأخيرة لما بنتكلم عن العلاج اللي بيخرج من وزارة الصحة إزاي بيتم التأكد من صرفه ووصوله في البيوت بالنسبة للمرضى المصابين بالكابل 19 المرضى الأعراض بتاعتهم بسيطة دول بيصرفوا العلاج من نفس المستشفى اللي هو بيجرى الكشف والفحصات فيها بيصرف العلاج بتاعه وبياخد كارت متابعة في كل شيء كل التعليمات اللي هو الواجب عليه اتباعها وبياخد كمان معاه الأدوات الوقاية الشخصية اللي هيستخدمها خلال فترة عزل المنزل وبياخد المعاد اللي هو هيجي فيه يعمل المسحة التأكدية اللي بنتابع بيها العلاج بتاعه إن شاء الله المرضى اللي أعراضهم متوسطة دول بيتم حجزهم في مستشفى وزارة الصحة اللي هم 320 مستشفى اللي احنا فتحناهم لاستقبال مرضى الكوفيد على مستوى الجمهورية طبعا بياخد علاجه داخل المستشفى وبيتم متابعتهم متابعة دقيقة إلا أن تتحصل حالته لو ممكن هيكمل بفترة علاجه عزل منزلي لما الوضع الصحي بتاعه يدحصل المرضى اللي حالتهم شديدة دول بيتم علاجهم إما في هذه المستشفيات المستشفيات ده برضو هي كلها مجهزة بأسرة رعاية مركزة وبأجهزة تنفذ صناعي قبل رحلة قوية أكتر من كده محتاجة على مستوى أعلى إحنا لدينا 20 مستشفى تعزل المتشيرة على مستوى الجمهورية بيقدموا هذه الخدمة لجميع المواطنين